ما يسمى بالروايات الشبابية يعني إحنا عارفين يعني إيه روايات تكتب أو قصة تكتب للأطفال صحيح لكن فيه تعبير كده إنه دي روايات شبابية بمعنى إيه؟ يعني هو طبعاً هو التعبير طلع على النوع اللي أنا بقول لحضرتك عليه اللي هو أدب المغمرة أو الأدب اللي بنسميه البوب آرت بره أو البوب فكشن يعني لكن هو الحقيقة مش مصطلح يمكن الشبابي ده مش دقيق قوي هم حتى في البره بيسموه ترجمة الأقرب له أدب اليافعين أو الأدب اللي هو ما هو اليافعين يعني أقرب برضو الكلمة الشباب يعني بالزبط اللي هو يعني يمكن لنتكلم إنه هو أدب يكتب لل مش للأطفال لإنه أدب الأطفال ده بيبقى في سن مبكر شوية لكن هو بيبقى زي جسر كده بينقل الولاد من سن 10 أو 11 أو 12 سنة لغاية لما أو بيؤهلهم إنه هم بعد كده يقرأوا حاجات أكثر عمقاً وأكثر فقلاً يعني جميل إنك يعني تمر الأول كتابة للأطفال ثم كتابة للشباب ثم الكتابة بقى للكبار أو الكتابة في الدراما بقى أنا وجيلي كله مشغولين بفكرة التجريب والتغيير إن إحنا بيمكن نتربينا على نوع درامي معين موجود على الشاشة ولكن كان عندنا أحلام من الحاجات اللي بنتفرج عليها في الشاشات الغربية إن إحنا ننقل الشكل الدرامي ده ونقدمه عندنا البداية كانت في ورشة صديقي العزيز عمر سمير عاطف إن إحنا كتبنا في الستكوم تامر وشوقية والعيادة وراجل وستستات كانت برضو محاولات تجريبية لإن إحنا نقدم نوع ما كانش موجود على الشاشة قبل كده وأنا كمان بشكل شخصي بقى كنت مهتم جداً بإنه الدراما اللي بتتعلق بالساسبنس والجريمة والتشويق والنوع ده كان بيتقدم في الثاني ما بس لكن ما كانش بيقدم في التلفزيون يمكن برضو بداية من احنا نتكلم 12-13 سنة فاتوا بقينا نشوف ده على الشاشة التلفزيون وبقاله جمهور عريض سواء من الصوارين أو الكبار وبقاله حتى كمان قالية التنفيذ مختلفة عن الدراما اللي سبقت يعني لإنه حتى الكاميرات التورت وحتى اللي بقوا يصنعوا النوع ده من الدراما سينمائيين بالأساس لإنه حصلت عندنا أزمة في السينما شوية كده من 2011 ل2013 بسبب الأوضاع الأمنية فيمكن كان كل السينمائيين عملوا تلفزيون وخلى أنواع ما كانتش بتتقدم على التلفزيون قبل كده تتقدم فعلا وكتبت كوميديا الكوميديا ابتدت من أيام السيتكم احنا برضو الكوميديا هي في رأيي أصعب أنواع الكتابة على الإطلاق لأنه يعني هتضحك المصريين إزاي وهتضحك المنطقة العربية إزاي وعندنا رصيد كبير قوي من الكوميديا سواء في السينما أو في التلفزيون يعني سهل أنك تبكي الناس لكن صعب أنك تضحكهم هو مش سهل بس الأصعب من أنك تبكيهم هو أنك تضحكهم ما أسهل أنه الكوميديا تاخد شكل بسيط ويمكن يكون أشبه بالنكتة أو الإفي أو ده ما بيعيش اللي بيعيش الحقيقي اللي إحنا بنتفرج عليه لغاية اللحظة دي هي الدراما الكوميديا اللي هي فيها شخصيات وفيها حدوطة وفيها يمكن كمان امتزاج ما بين الجد والكوميدي أو ما بين التراجيدي والكوميدي مع بعض فأنا قعدت فترة طويلة جدا يمكن من أول ما كتبت للتلفزيون بكتب في الدراما اللي ليها علاقة بالساسبنس والتشويق والجريم وبعدين وصلت أنا شخصيا لمرحلة من التشبع وحسيت كمان إن إحنا قدمنا ده كتير قوي على الشاشة فكنت حابة أغير المسار شوية فالسنة اللي عملت فيها يمكن من ثلاث سنين بالضبط راجعيني هوا أستاذ أسامة نوع رعوكاشا الله يرحمه ده كان مسلسل إزاعي هو قدمه قبل كده يعني أنا كنت سامعه كمان قبل كده على نجوم أف أم وبعدين جات نيا إحنا نقدمه على شاشة التلفزيون طبعا مخيف جدا إن إنت تتصدى العمل باسم أستاذ أسامة نوع رعوكاشا وأنا كمان بعتبر نفسي من تلميذ وإن لم يسعدني لحظ للقاءه